يمكن زي ما حضارك تحدثت عن فكرة القيادة الرشدة ويمكن من أهم سمات القيادة الرشدة أن تكون مدرك تمام الإدراك لمقوماتك وقدراتك الحقيقية لو هنكلم عن الظروف المحيطة لأن حضارك ذكرت نقطة الظروف المحيطة لو هنقارن الظروف المحيطة حين وقت حرب 73 والظروف المحيطة رب أكلم على المنطقة الظروف الإقليمية لو هنقارن الظروف أنهي أصعب أنهي أدق الظرفين صعبين ولكل وقت حساباته ويمكن هنا أيضا السيد الرئيس بالأمس أشار إلى هذه النقطة أن حتى إبان 73 كان الظرف الإقليمي صعب وربما أدوات الحرب في 73 تختلف عن أدوات الحرب الألان وإذا كنا نتحدث عن الصعوبة التعقدات المشهد يا أستاذ جمال الألقى صعب نعم طبعا الأباء والأجداد خذوا حروب صعبة للغاية وفق كمان الإمكانيات التي كانت متاحة طبعا أنت الآن لديك قوة وطنية شاملة عظيمة للغاية سواء على الصعيد قوة الردع والتقلوجة تلعب دور كبير بالضبط والقوة الناعمة والقوة العسكرية والقوة الأمنية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية أنت الآن لديك طبعا مفردات أقوى بكثير وتختلف وموازين القوة الآن حتى حرب 73 حرب أكتوبر غيرت موازين القوة ووضعت مصر في مكانها هي تستند عليها حتى الآن ووضعت كل قوة إقليمية في مكانها الصحيح وبالتالي مصر وضعت منذ 6 أكتوبر في المكانة الصحيحة التي تستحق وبالتالي أنت ترتكز على هذا الأمر ولكن الوضع الإقليمي الآن بالتأكيد أصعب أصعب بكثير لأن الدول العربية المحيطة بك تعاني أزمات كارثية يعني حينما نتحدث عن ليبيا نتحدث عن السودان الشقيق نتحدث عن سوريا الشقيقة نتحدث عن لبنان العراق العراق يعني الأوضاع صعبة للغاية وصورة للقرد الأفريقي يعني حتى نتحدث عن جيبوتي نتحدث عن الصومال يعني الأوضاع في المنطقة العربية السند الحقيقي لأن في الآخر أنت أمنك القومي الداخلي مرتبط بالأمن القومي العربي لا يمكن أن نفصل هذا الأمر عن ذاك الأمر وده اللي بيخلي الدولة المصرية دائما تتحرك لدعم الأشقاء وده أيضا خليني أرجع لحديث السيد الرئيس أننا لسنا لدينا أجندة خفية بل هذا هو المحرك أننا لدينا إيمان راصخ أن أمننا القومي الداخلي مرتبط بالأشقاء باستقرار الأشقاء بهدوء المنطقة بالسلام الإقليمي وبالتالي بنشتغل طوال الوقت اللي دعم هذا السلام والاستقرار من أجل أيضا دعم أمننا القومي ولكن لدينا أي أجندات خفية على الإطلاق وده واضح حتى مش بس في تصرحات القدرة السياسية المصرية ولا في تصرحاتنا نحن كإعلام أو مسؤولين حتى في الدولة بيصرحوا بهذا الأمر لا المسؤولين الغربيين نفسهم والمسؤولين الشرقيين والمسؤولين من كل دول العالم حينما تنصت إلى تصرحاتهم يتحدثون أن مصر نقطة الارتكاز في حل أي من القضايا في المنطقة هذا يعني أن هناك ثقة دولية وأن هناك مصدقية لدى الدولة المصرية هذه المصدقية وهذه الثقة لم تكن لتكون موهودة إلا لو أنت فعلا ما عندك أي أجندات هو أنا هصق فيك ليه هصق فيك لأن لديك شفافية ولديك رؤية واضحة ولديك ثوابت واضحة في حل جميع القضايا وليست لديك أي أغراض ولديك سمعة طيبة في يعني التوسط ما بين يعني أطراف الإقليم طيب الدول لما بتحب بتعمل استعراض عسكري تفتيش حرم تعلن عن سلاح بيبقى لها أهداف بيبقى لها رسائل ضمنية عايزة زي ما بيقولوا كده تمررها ما هي أبرز رسائل السيد الرئيس يوم أمس واللي يعني ذكرها ضمن ولكن لابد أن نتوقف عندها كثيرا يعني أولا فيما يتعلق بالاستعراض في حد ذاته طبعا هو يأتي في إطار احتفالات مصر بالزبط وده يعني تكريم لهذه الفرقة التي كان لها دور عظيم للغاية يبان الحرب وفي الحقيقة أيضا أن السلام يحتاج إلى قوة تحميل طبعا يعني الدولة المصرية حينما اخترت السلام فهي اخترت سلام الأقوياء وسلام الأقوياء يجب أن يكون لديه قوة رضع لي أيضا يعني تحافظ على هذا السلام وتحافظ على استدامة هذا السلام وقوة الرضع هنا طبعا أساسها رئيسي قواتنا المسلحة المصرية العظيمة وأيضا مفردات القوة المصرية الأخر وبالتالي هذه النقطة النقطة الأخرى قدرتك أيضا على أن تتواكب مع العصر يعني لما نشوف أمس الاستهراض العسكري المهيب في الحقيقة لا يقتصر فقط على قدرتك التدريبية وطبعا تنمية العنصر البشري وتدريبه وتأهيله وظهر بمستوى راقي أشد به سيد الرئيس ولكن أيضا على مستوى التصنيع يعني أيضا الأمر في الحقيقة يدعو للفخر تصنيع في مجالات المصر المجالات عدة يعني أصبحها الآن متطور في مصر وأيضا مجالات العسكرية وبالتالي أيضا هذا يؤكد أنك أيضا لديك رؤية مستدامة في تطوير منظومتك العسكرية ولديك القدرات ولديك الإمكانيات وهذا أمر مهم للغاية الرسائل الأخرى أيضا هي فكرة نعم لدينا القوة ولدينا الرضع ولكننا دوما نختار السلام وعشان كده السيد الرئيس تحدث عن السلام كخيار استراتيجي بالدولة المصرية نعم بصف ترجمة نانسي قنقر